بسم الله الرحمن الرحيم راح نسوي في هذا الفيديو activity 6224 activity عبارة عن configuring tranqs طبعا في الفيديو السابق قلنا انه سوينا له و سوينا switchboard mode access و سوينا كل هذا بس كان باقعدنا ل tranqs قلنا انه ما يصير تواصل طبعا activity تقريبا نفسه فلو سوينا راح يطلع عندنا field فال activity هو نفسه مجرد يحتاج مو نفسه بالضبط يحتاج انه نزيل عليه له الترانك فيه activity غير مخالف مغاير الى اللي سوينا بس مسوى ال configuration مع الفيديو فالقاصر عندنا مجرد ل tranqs الobjectives verify vlans bar 2 configured ranks verify vlans step 1 display the 13 vlans طبعا نتعرف نشرا نسوي display حق ال vlans on switch 1 issue the command that will display all vlans configuration طبعا سوينا ف و لم نحتاج نرجع الى من جديد نروحها قلة بعد verify loss of connectivity between PCs on the same network طبعا شي اكنا عندنا له failed احين سوي configure tranqs step 1 configure tranqs on s1 له switch 1 ايش عال switch 1 عندنا and use vlan 99 as the native vlan configure giga 0 1 and giga 0 2 interfaces on switch 1 for tranqs en on t and use عال interface range giga 0 1 slash 2 اساس نسوي الاثنين في نفس الوقت ما نحتاج نسوي كل واحد بروحها switch switch port mode هنا كنا نكتب access trunk عدنا switch port trunk هنا كنا نكتب access اساس vlan ونقل الـ vlan هنا ترنك عشان نكتب native vlan الـ vlan ما ينقل معلومات ما لها native vlan 99 فسوينا نكتب 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 ونستخدم لغمسج يعني عدنا ونستخدمون ناتف فيلان غير مختلفة فلازم نعدلها عشان انشاء عدنا هذا الارا فعدنا حين وننضيش على ونستخدم 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 راح يطلع عدنا كيجا مود اوتو ترانكينج لو ستيت ما لا ترانكينج فيلانز الاو ان ترانك من واحد الى الف وخمسة بورتز فيلانز الاو اند نيتف از منيجمنت دومين طبعا عدنك الهادلين طبعا في السويش ثري نسوي نفس الكوماند نلاحظوا اننا كيجا زيرو تو لاننا مستخدمين احنا كيجا زيرو تو ففاري فاي خلنا نروح حقل بعد ناتف فيلان مستماتش اون اس تو ان اس ثري كونفيجر فيلان 99 as the native for the appropriate interfaces on اس تو ان اس ثري فنسوي لهم من جديد انترفيس جيجا زيرو ون طبعا عدنا في اس تو انترفيس جيجا زيرو ون هو اللي عدنا فيه اللي هو نفس ما نلاحظ نقول ليه سويتش بورد ترانك ناتف بيلان 99 نلاحظ اننا صار ان بلوكينج بورد ريستورد ها تعدى لعدنا exit وعدنا وعدنا شنو الفرق اللي عدنا اللي هو هني في سباينينج تري انضاف عندنا البورد 99 ونروح حق اس ثري انترفيس جيجا زيرو تو سويتش بورد ترانك ناتف بيلان 99 exit exit طبعا تغير ال state ف احين لو شاكنا نسوي بنج successful طبعا بنج حق في نفس النتورك كلهم successful لو سوينا check result راح نلاحظ ان اسمت احملناها هاي بالنسبة حق configuring tranqs طريقة configuring tranqs سويناها وخلصناها ان شاء الله ما نكون طولنا عليكم في الفيديو ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو سووا subscribe و like ولو في اي استفسار او سؤال في الكومنت او على الانستجرام اشتركوا في القناة